اش عايز اقول لحضراتكم بيوت خمسة واربعة وستة وتمانية لانه كمان الصعيد هو الاكثر انجابا هو الاسرة اللي فيها سبعة وتمانية وعشرة وكده كتير ومفيش دخل عشان كده بيقوا عندك مشاكل محو امية الكتيرة مفيش تعليم ناس بتغرب من المدرسة واصلا ميودوش مدارس كتير مفيش مدارس مفيش خدمات صحية كاملة لانه كل واحد بيشغل ولاده يدوب يكبره ويروحه بقى يخرج عشان يجيب ارشين لما خلوا بالكو النسبة دي زادت ما قلتش في المحافظات لو كانت الفين وتلاتاشر واحد وستين وسبعة من عشرة السيوت الفين وخمستاشر اللي هو جهاز المركزي للتعبية العامة والاحصى بقت ستة وستين في المية يعني واحد وستين وسبعة من عشرة بقت خمستاشر ستة وستين وربما زادت سبعتاشر وتمنتاشر اكيد ما قلتش سهاج كانت تسعة وخمسين وتمنة من عشرة آسف كانت خمسة وخمسين وتمنة من عشرة في الفين وخمستاشر لما عملوا التعداد والحجم الانفاق ومؤشرات الفقر خمسة أو ستين وتمنة من عشرة بقت رقم اتنين السيوت رقم واحد سواج رقم اتنين قينا رقم تلاتة بعدها المينيا أسوان بنسويف الأخصر الفيوم نسب نجد نتكلم على فقراء مصر سبعة وخمسين في المية من ريف الوجه القبلي القبلي فقراء سبعة وخمسين في المية فقراء مقابل تسعتاشر أو عشرين في المية تقريبا ريف الوجه البحري نسبة فين هنا وفين هنا ده بيتطلب حاجات كتيرة هنتكلم عنها ولكن أقول لكم بعض الأرقام لأنه أرقام بتبقى في غاية الأهمية تصل نسبة فقراء أعلى مستويات في أسيوت وسوهاج بلغت ستة وستين في المية قينا بعد أسيوت وسوهاج بلغت تمانية أو خمسين في المية تمنتاشر في المية من السكان في محافظة القاهرة من الفقراء في القاهرة أقل نسبة الفقراء في بورسعيد ثم الإسكندرية بورسعيد ستة وسبعة من عشر في المية تقريبا اسكندرية 11 ستة من عشر القليوبية 13 في المية واحد من عشر الشرقية 14 دقالية 15 منوفية 16 الغربية 16 ونص السويس 17 في المية القاهرة 17 ونص دمياد 18 كفر الشيخ 19 واربعة البحيرة 23 وسبعة الإسماعيلية 24 وواحد الجيزة 28 وستة وستة الفيوم 35 وسبعة من عشر في المية الأخصر 41 و 12 في المية بن السويف 43 و 1 من عشر في المية أسوان 48 و 6 من عشر في المية المينيا 56 سبعة من عشر في المية قنا 57 سهاج 66 أسيط 66 هل نتكلم على أرقام مرعبة أرقام مرعبة السيد الرئيس النهاردة اللي بيطق هذه المبادرة هذه المبادرة بتتطلب بنشوف الناس بنشوف المواطن للرئيس بتكلم عليه الحياة الكريمة للناس الحياة الكريمة بتتطلب إيه جهود كل الناس كل مؤسسات البلد تشوف القرى الأكثر فقرا والفئات الأولى بالرعاية مين هما محتاجة تغطية مادية محتاجة متأحالة صحية مستوى التعليم اللي موجود الداخل اللي موجود الشغل اللي موجود هناك خريطة الكاملة للفقر في مصر يضع الرئيس اليوم إيده على هذا الأمر الدولة كلمت على مدى الأربع خمس سنة اللي فاته ولكن الإجراء اللي بتعمل النهاردة إجراء مختلف عن اللي تم قبل كده كنا بنعرض بيانات بنعرض أرقام وعملنا مسح وودينا وروحنا وعملنا حاجات كتيرة لا اللي بيحصل النهاردة تحرك من نوع آخر إنه يجب يجب ما عرفش إلا هيتم طبعا المحافظات كل محافظة يتم تقسيم القرى اللي فيها وكل جهة أو كل حد ياخد قرية ما ياخدش أكثر من قرية لأنه مش هيقدر وقرية واحدة كفاية شوف إيه طلبات الناس في القرى دي ترجمة نانسي قنقر